اشتركوا في القناة 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 بعد مسالي تخرجوا لتسعود الحبات كما قلت لكم النصف الثاني أخدمت به البطبوطة الصغارين سوف ندزل الحشوة الحشوة التي ستكون وجودها من قبل حتى تبرد هنا سوف نضيف المقادر بالنسبة للمقادر لدينا 1 علبة التون 1 البصلة الصغيرة 1 طريفة صغيرة 1 نصف معلقة كبيرة المركز الطماطم 1 جوج معلقة كبيرة قصبر المعدنوس 1 ملحة 1 صغيرة 1 فلفل أحمر ship مباشرة 1 pass 1 مباشرة 1 مباشرة ضروري نحركها لكي تكتب البصلة وكتبال سوف نستمر بالتخلط ضروري كما قلت لكم حتى تشوفوا البصلة دبالت كما تلاحظوا معي هنا البصلة بسكتبا شوية يعني دائما مع التحرك سوف نستمر بالتخلط وسوف نضيف النصف معلقة كبيرة للمركز الطماطم وسوف نخلط غير شوية الجانس مع بعطيتم سوف نحيضم على النار الحشوية وجدة ونضيف العلبة والطون سوف نضيف الحشوية كما قلت لكم تبرد لانا وجدت هي الولانية وجدت العجين الحشوية بردة سوف ننشكلها ونضيف الحشوية بردة الفطائر ونضيف الحشوية الجمل الأحمر وقليل من الزيتون الأبيض سوف ننشكل الفطائر بالنسبة لفطائر ونضيف الحاشوية ونزل ما نقرسه وأيضا أحسنت في الأولى لأن الجواني يريدون أن يقوموا على ذلك الشكل وفي الوسط يجب أن نضيفه لكي لا تنفق شيئا لذلك يجب أن نضيفه في المطعم سوف نستمر بنفس الطريقة ومن بعد سوف نكمل معكم تسيمة الفطائر هنا بعد مساليته سوف نضيفه لجبن وهو الأول وكيبقى اختياري من بعدها سوف نفعل الحشوة وتلك الحشوة تبقى اختيارية أعطيتكم واحد الحشوة بسيطة وفي نفس الوقت ليس مكلفة ودغية توجد في آخر رحلة توجد سوف نفعل حشوة ونستمر بنفس الطريقة ونستمر بنفس الطريقة ونزيد جبن من الفق بعد سوف نزينه بشوية الزيتون وكيبقى اختيارية هنا سخمت الفرن 180 درجة لأنه مباشرة ندخل من الفرن ونجعلهم يخمروا سوف الزيتون سوف يهند المنطقة بالبيض ونزين جواهن ومن بعد سوف ناختياري وضع حشوة تفاصل بعض حشوة ونزيد ومن بعد سوف نضع الفرن سوف نزيد ونزيد ثم سوف نزيد دنبتون مدة طيب اخل 15 دقيقة إذا عطلوا طيب هجاجون فران محمرين وطيبين و في نفس الوقت هشاشين و في نفس الوقت يبدل و لك الحشوة نتمنى لك لأنهم سهلين وتقدروا في اخر لحظة هذا هو الشكل نهائي قوم برطب و قطني من داخل كما قلت لكم عندهم بزف ديال استعمالات كما تلاحظوا معي هنا القاوم ديال العجينة من داخل يعني ديال فطائر يعني كيجوا قطني وصراحة كيجوا ولدادين تقدروا العجينة تنسموها بزعتار تقدروا تنسموها بتوم بودرا كيبقى لكم الاختيار كان هذا هو الفيديو ديال اليوم وكانت مني يعجبكم الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله